موسيقى موسيقى الساكم الله بالخير في حلقة يديدة من برنامج علامة استفهام حاولنا في ظل هذه الأزمة أن نتناول الجميع من الجوانب بلشنا من الجانب الصحي مرورا بالجانب الاقتصادي بشكل عام حاولنا نتناول نزول أسعار النفط والأزمة العالمية الحين لا الحلقة اليوم بدنا نتناول الجانب الكويتي بشكل خاص المشاريع السلسلة اللي قاعدة ترتبط مع بعض الموضوع يبلش من مشروع صغير مطعم كافي ينتهي إلى البنوك هذه التفاصيل كلها اليوم إن شاء الله راح نتناولها قبل أن نبلش في الموضوع وأعرف على ضيفي وضيفكم عندي رسالة كالعادة رسالتي هالمرة تتعلق بالمتشائمون وأصحاب النظرة السوداوية رسالتي موجهة للناس قامت تختلق هبة يديدة الهبة هذه عبارة عن طلع تيلفونك خنصور خننخلق أزمة وبعدها نطلع ونعتدر ما أدري شنو الفايدة أنا أشوفها قلة أدب عيب خلاص الموضوع أصبح يعني مغيت موضوع صار ممل ولاه حلو لا الواحد يشوفه ولا يسمعه كل يوم يطلع لنا فيديو خلاص قبنا نقوم من النوم ننطر شنو فيديو اليوم يا سيدة يا حرم يشتمون الداخلية بالطيارة بحالة غير طبيعية سوس ما سوس يعني والله الموضوع يب الضحك الموضوع صار ممل فأنا أرجوكم يا أخوان يعني شوية حية خلاص أعيب يعني بداركم السعر على ويوكم ما يصير كل يوم ننطر فيديو يطلع وينتشر يعني الحين الحكومة مثل ما يقولون صايرة عبارة عن دريم تيم منجمة وشي حلو وظاهرة جدا إيجابية أن أي أحد صار يحاول ينقد الحكومة الشعب نفسه هو اللي يرد عليه ولنا شواهد كثيرة ولا بي أطرق لها لأنه مو هذا موضوعي أنا موضوعي يتعلق بالمشاريع الصغيرة والحين بنحاول نشرحها الفكرة والسيستم اللي صاير بالحياة إن الواحد يشوف له وظيفة ولا أيضا أبي يدش بتفاصيل شون بالواسطة ولا يحصل له وظيفة ولا يقعد ينطر ولا أبي النفط ولا أبي بنكو ولا تكفون أبي كوربرت مو هذا موضوعي يقعد يسعى سعي يالله يحصل له هالوظيفة معاش خنقول 1200-1300 هذا الستاندر وإحنا كويتين وكلكم تدرون وإنتوا اللي قاعد تشوفوني تدرون يحاول ينمع له ويستقطع له مبالغ بسيطة مبلغ على مبلغ على مبلغ إليه يبلش مشروعه من يبلش المشروع إذا الله وفقه قدم استقالته هذه سنة الحياة ترى يا جماعة هذا اللي قا يصير بالكويت أنا ما قاعد يبشي من عندي فبس يبلش مشروعه وتوكل على الله التجارة وقالها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام تسعة وعشار الرزق تجارة فيروح ينطلق في بحر البزنس في مننا اللي يفشل وفي مننا اللي ينجح إحنا الحين بمرحلة ما بأقول لك الفاشل والموضوع ما يتعلق علينا الموضوع أزمة وضرف طاهر وموضوعنا اليوم حق هذيلة اللي تأثروا بالأزمة عسى الله يفك عوقهم أرحب بضيفي مشعل الجاركي نائب رئيس الاتحاد المطاعم والكافيهات حياكم بعد التغرير شوفوا أردي لكم منذ بدء أزمة تفشي كورونا في العالم لم تكن تأثيراته فقط على القطاع الصحي والصحة العامة في العالم بل تعد هذا القطاع لبدء معركة تعدهي الأشرس مع القطاع الاقتصادي وكان قطاعي المشروعات الصغيرة والمطاعم على ما يبدو من أوليات ضحايا أزمة كورونا على مستوى القطاعات الاقتصادية المحلية إذ عصفت الحالة الاجتماعية الجديدة التي فرضتها ظروف انتشار الفيروس والإجراءات الحكومية المصاحبة لها والتي انتهت بحالة الحظر الجزئي الحالية بهذين القطاعين فحالة المطاعم والشركات التجهيزات القذائية تشهد انخفاضا حدا جدا في نسبة المبيعات لأمست الصفر لدى البعض منها وهذا يشمل الجميع الفاخرة منها والمتوسطة بل وحتى مطاعم الوجبات السريعة فالطلبات فقد تعتمد على خدمة التوصيل وأثناء النهار فقط حيث منعت القرارات الحكومية خدمة الزبائن داخل المحل وهو ما يضع بحسب المعلومات قرابة خمسة ومائة ألف عامل في هذه المطاعم بوضع العاطل عن العمل وهو ما يحدد بأزمة أخرى قد تنتهي بإغلاق هذه المطاعم إذا استمرت الأزمة وفقدانها لهذه العمالة ناهيك عن أزمة الإيجارات والتي تتطلب حلولا حقيقية تراعي المصلحة العامة والاقتصادية أما حال المشاريع الصغيرة على الرغم من الإجراءات الحكومية بتأجيل الأقصاد الخاصة بالصندوق لمدة ستة أشهر إلا أنها الأخرى تعاني من الأمرين مرارة الإيجارات الخاصة بمحلاتهم والأخرى الخاصة برواتب الموظفين فهذه المحلات تعاني من عزوف الزبائنها نتيجة المخاوف من جهة ونتيجة الحضر من جهة أخرى وتشير مصادر اقتصادية أنه في حال استمرار هذه الأزمة فإن أصحاب هذه المشروعات سيسعون حقا إلى تصفية أعمالهم وتبقى تساؤلات عدة حول أوضاع هذين القطاعين ما هي الحلول المرتقبة وألية تنفيذها وكيف ستتمكن من الصبر حمد النبهان لبرنامج علامة تستفهم أستاكر الله بلخير أحمد أستاكر الله بلخير بلصالح حسن أستاكر الله أستاكر الله أحب بك معنا يا جماعة الأستاذ مشعل الجار كنائب رئيس اتحاد المطعم والكافيهات والتجهيزات الغذائية أبو أحمد متى بلشة الأزمة عندكم أولا طبعا أبدأ بسم الله الرحمن رحيم أودا أدعي المولى سبحانه وتعالى أن يزيل الهم والغم عننا وعن البشرية كافة ومن هنا نرسل تحية حق أخواننا اللي بالصف الأول تحية لهم تحية تجلال وتغدير على كل الجهود اللي يقومون فيها اليوم وأشكرك على الاستضافة حياة ونمسي على أخواننا المتابعين بالخير الأزمة طبعا بدأت ما كانت فقط على قطاع المطاعم من بدأ هي طالت قطاعات شتة مرتبطة ببعض غالبا ابتدت في شهر واحد كانت قوية خلنا إذا بنسميها في شهر اثنين خاصة في وقت العيد الوطني تعارف اليوم العياد الوطنية هذه مناسبة كان دائما أغلب القطاعات تستفيد منها لأن الناس يجعزون وطالعين يصرفون وكذا فهل فترة هذه انحرمت الكثير من القطاعات بإنها تستفيد من العيد الوطني إذا الشينا في شهر ثلاثة طبعا تم التسكير وإخلاق المولات وغيره وارتباط طبعا القطاع سواء كان مطاعم كافيهات أو تجهيزات غذائية التي تقدم العراس التي تقدم الوجبات للمناسبات وغيرها لكل اليوم تأثرت طبعا هذه الأزمة ما هي أزمة خاصة بالكويت واسوق الكويتي هي أزمة عالمية كل مطاعم العالم العالمية المدرجة والغيرمدرجة تأثرت وكل ما يرتبط بهذه المطاعم من قطاعات أخرى كذلك تأثر بتأثر هذه القطاعات يعني الموضوع ليس مقتصر علينا أبدا ما يتعل الكويت بس لا لا أبدا لكن كتقييم هل نقدر نقول الأكثر تضررا هو قطاع المطاعم والكفهات ولا لا لي سبب لأن عفو أرجع بس خطوة اليوم قطاع المطاعم قطاع حيوي يعتمد بالدرجة الأولى على الأيدي العاملة هذا اللي مأثر اليوم على قطاع المطاعم بينما نسبيا نسبيا إذا بيتي اليوم تشوف كل القطاعات أغلب القطاعات عشان بعد لنقول الكل أن في قطاعات اليوم استفادت من الأزمة صار العكس أمثلة على ذلك اليوم قطاع الأغذية إذا بنتكلم وأحب أبيل السادة المشاهدين أن قطاع الأغذية ما ودنا أن نحن يختلط بقطاع المطاعم قطاع الأغذية اليوم في قطاع المواد الاستهلاكية المواد غذائية الاستهلاكية هذا قطاع بالأكس اليوم استفاد من الأزمة كلنا نشوف اليوم الدور على الجمعيات التعاونية وما تقوم فيه وزارة التجارة من جهود بحيث أن توفر كافة السلع داخل الجمعيات التعاونية الإغلاق الجزئي على المطاعم وغيره يجعل الناس تشتري موات غذائية تتجاه لأنها تطبخ في بيتها داروا اليوم أنه لا يمكن أن أطبخ في البيت ويجب مثلا أطلب فيه العكس فيه لا يتوفر عندهم هذه الخاصية ليس عائد اليوم لديهم مطبخ مجهز ليس عائد اليوم كل التخزين وبالتالي يتجهون للجمعيات ولكن بالمجمل قطاع المطاعم يختلف أخوي علي بصالح تماما عن قطاع الأغذية بالكويت الآن داخل قطاع المطاعم هناك المطاعم التي هي الوجبات السريعة هناك الكافيهات وهناك التجهيزات الغذائية أيضا داخل قطاع المطاعم في اليوم شركات التي عندها عقود حكومية مع وزارات الدولة التي تقدم الوجبات هذه لم تأثرت على قطاع من دهر استفادت عرفت في قطاعات أخرى داخل قطاع المطاعم تورد لجهات معينة تورد لربما الجمعيات التي تدعم أخوان أبطالنا في الصف الأول كذلك هذه هنبعد حاش هجز أو نصيب من هذه الدعومات ولكن اليوم إذا نتكلم عن القطاع المطاعم تحمل الضرر الأول اليوم هي المقاهي التي تبيع الشيشة هذه لأول الناس تضرروا منعت الشيشة تسكرت محلاتهم إضافة إلى ذلك بعدها الأمر الثاني والذي هو الإغلاق لبعض المطاعم أو المولات التجارية إغلاق المولات التجارية اليوم في وايد أو كثير شباب كويتي من أصحاب الشركات وأنا الآن بصالح سأتحدث عن الشركات صغيرة متوسطة وكبيرة كلهم أتحدث عن الغطاء بشكل عام هذه الناس تضرروا وتضرر مباشر من إغلاق المولات التجارية هل تم إحصاء حجم الضرر صعب تحصي حجم الضرر لسبب لأن اليوم التوفر عندنا من معلومات خاصة بأجورات خاصة برواتب خاصة هو اللي متوفر للجميع ولكن أنا متأكد الآن الأخوان في اللجنة الاقتصادية أن عندهم الأرقام الصحيحة والدقيقة ومن خلال البنوك وسيطرة البنك المركزي على جميع البنوك اليوم كانوا يرون الإداعات من الشخص الذي أصاب الضرر معلقة الشركات هذه من الشخص الذي أصاب الضرر ومستمر في إداعات اليوم عند الاخسيس على النظرر بالضبط لكن المسجلين على صندوق المشروعات إضافة لأخواننا الثانين الذين مسجلون على الباب الخامس اليوم الباب الخامس لمسجل بعضهم مسجلين على المشروعات الصغيرة وبالتالي هذين اليوم محد التفت حولهم وشاف حجم الضرر في ناس أكثر مأخذين قروض شخصية راح وخذوا القروض وحطوها في المشروعات هذه وسعوا أنهم يذهبون اليوم ويبذلون قصارى جهدهم بحيث أنهم سيكون نعب على الدولة في دفع راتب أو غير وقال أنا أجتهد ورح ساعة وراء دعم العمالة وليوم يلقى نفس أنه شبه متورط يمكن قد تكون فيه شكات لا يستطيع موردين ورح أجيك طبعا بجانب آخر على ارتباط القطاع بالقطاعات الأخرى أنا هذا ياهلا بس يعني خل حاول شوي نسلم في بعض الأمور إحنا واضحة أتوقع من أي منظور أنه لا يبه ترى مبين أنه قطاع الشيشة هذا الناس لأنه معتمد على منتج واحد خلاص أنا اليوم أروح قهوة الشيشة ما عندي الشيشة فأنا تسكرت ما عندي بديل الأكثر تضررا أدري أن موضوع القطاع التنظيف وخدمات التنظيف والمساحيق التنظيف هذه الأكثر يمكن ربحا هذه أشياء مسلمة وواضحة بس أصحاب المشاريع الصغيرة اللي والله ماهو من درج تحت محفظة أو ماهو من درج تحت صندوق المشاريع الصغيرة هذي على الأقل تقدير تم إعادة جدولة الفلوس اللي لازم يردون يدفعونها تم إعادة تقييم أوضاءهم أنا أتكلم على واحد راح يمع له بيستين وسوه مشروع هذا ضررا ما يكون أكبر من من واحد ولا لا ما أخذ الفلوس وسوه له إعادة جدوله طبعا أكيد الضرر راح يطول الكل وهذه أزمة يا أخوي علي لا يمكن للكل أن يطلع منها معافة مشافة مئة بالمئة حتى لو كان فيه دعم اليوم دعم ما راح يخلي الناس سلوكها يرجع إلى ما كان قبل الأزمة كنا مرتاحين نطلع ونروح ونصرف وناكل بمطاعم اليوم فئة كبيرة دارت أنا ممكن مثل ما ذكرتك في البداية أطبخ بالبيت فممكن راح يرد يفكر فيها من ناحية التقنين يفكر فيها من ناحية التوفير فاليوم الحل ما راح يكون مغصور فقط العفو على تدخل حكومي ولا دعم حكومي ولا 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 اليوم الأزمة هذه فيها وضع راهن الله أعلم لين ترا تنتد تمام وفيها ما بعد توقعاتك ما أقدر ما أقدر أفتي لأن الأعداد التزايد اللي قاعد نشوفها اليوم خاصة بعد يعني سبيل مثال اليوم الهند سكرت مصانعها إلى إشعار آخر اليوم الهند دولة ما شاء الله فيها كم من البشر كبير كيف راح التعامل كيف راح التعاطى تسكير الحدود هذه والطيارات والنقل اللي متبكون الله أعلم نحن جدامنا الآن أمر واضح اللي كلنا متفقين عليه جدامنا خلينا نقول نفق مظلم نتمنى أن آخر نور إن شاء الله إن شاء الله وعندنا فاصل وبعد الفاصل عندي أنا وائد أسألة الوقت قاعد يمر في سرعة يمكن لينحين حتى ما خلصت الجانب الأول المشاريع اللي موجودة بره أنا أدري أن أنت عندك أيضا سلسلة وموجودة في لندن وفي أبوظبي هل قاعد يختلف التعامل عن الكويت شيء يفرق هذا كله إن شاء الله راح نناقشه بعد الفاصل ناطرينكم إن شاء الله مرحبا فيكم متابعينا مرة ثانية عندنا بعد الفاصل أبو أحمد دعنا نسهل على الارتباطات والسلسلة الطويلة اللي قاعد تبلش يمكن بالمشروع وأبيك أنت تقول لي وين تنتهي وشن الأشياء اللي قاعد تمر فيها نعم طبعا أنا ما بي أسميها الآن قطاع المطاعن نبي نفترض إنه هو قطاع عكس أي قطاع حلو تمام قطاع عكس هذا مرتبط بقطاع العقار 100% كيف اليوم الموظفين اللي موجودين أغلبهم يسكنون في عمارات استثمارية عغارات استثمارية إضافة لذلك المولات التجارية تعتمد بنسبة كبيرة على المحلات المؤجرة اللي هي تستخدم لغرض المطاعم والمقاهي وغيره فهذا أول أمر فبعنات راح تأثر على قطاع العقار قطاع العقار اليوم تقريبا بحسب ما وردنا من الإخوان بأثولي هيئة معلومات المدنية تقريبا فيها 24 ألف موظف كويتي حاليا هذا في 31 12 2019 هذه معلومات معلومة وبالتالي راح تأثر قطاع العقار نيحق المواد الغذائية اليوم ما يوجد ناس كانوا شارين مواد غذائية يبيعونها في مطاعمهم راح يتخلفون عن السداد إلى فترة ما فوق يمكن لم يو 20 يوم هذا راح تسبب عرقلة حتى حق قطاع المواد الغذائية في ناس افتحوا مشروعات فقط للتوريد للمطاعم منها الكبس القلاصات المواد الاستهلاكية شركات الطباعة شركات التسويق عندك إضافة إلى ذلك القطاع المساند السيارات التمويل سيارات هذه يغلبها اليوم سيارات توصيل فراح يتأثر اليوم المطاعم ما راح يقدرون يدفعون حق الشركات هذه القطاع التمويل كلها راح يتأثر أو غالبا خلينا نقول راح يتأثر بتعرقل وتأثر هذا القطاع إضافة إلى ذلك حتى اللوحات اللي بالشارع اللي هي الإعلانات الإعلانات نفس الشيء كل القطاعات اليوم سواء كان تجزئك سواء كان قطاع مطاعم سواء كان راح ما راح يصرفون على الإعلانات مالتهم همها الأخوان هذيلا راح يتأثرون شركات السفريات اليوم شركات السفريات عملها لا يقتصر فقط على السفر في فترة الصيف وإنما على العقود مع شركات مثل قطاع المطاعم اليوم راح يتأثرون الناس تسافر عمال وترجع ويروحون ورجعون هذه كلها سلسلة راح إن شاء الله لا تنتهي إلا على خير ولكن هناك ارتباطات كثيرة متشعبة في هذا القطاع هذا أبو أحمد شلحل اليوم الدول الأخرى يعني مثل ما تقول خذت خطوة وبادرت أمريكا اليوم حطت 2 تريليون دعومات لكل القطاعات أنا أرجع أكرر إحنا اليوم ما نفكر إنه إحنا ني على الصالح العام الصالح العام بالنسبة لنا رغم واحد الكويت رغم واحد قبل كل شيء تمام وبالتالي اليوم أي اقتراح قدم سواء من اتحاد المطاعم سواء من اتحادات الأخرى اتحاد الفنادق اتحاد السفريات حضرتكم قدمتوا اقتراح بالفعل كانوا والأخوان للأمانة مشكورين إزاهم الله خير تم طبعا استدعاء الاتحاد إضافة إلى اتحادات أخرى ومثلين جهات نفعام أخرى استدعاءكم من قبل منه بس عشان مجلس الوزراء وقدمنا مقترحنا حلو طبعا أنا متأكد هناك مقترحات في قطاع حتى كذلك المطاعم تم اخوان آخرين قدموا ورقات اليوم أنا متأكد طبعا الاخوان مشكورين سواء طبعا معالي وزيرة تجارة خالد الرغان أو الأخت معالي وزيرة الشؤون مريم العقيل أو وزارة المالية كذلك مشكورين معالي وزير المالية سيد براك الشيثان كذلك أهموا مجتمعين وعندهم اليوم لجنة وعندهم لجنة قائمة على مثل ما تقول دراسة وتقييم الوط بشكل عام اليوم كلنا قدمنا أو الغالبية وقدم المقترح الخاص فيه ولكن هناك أمور تأخذها الدولة بعين الاعتبار نحن لا نستطيع اليوم نجبر الدولة لا التيون وتدفعون لأن اليوم نقدر أن الدولة تحارب وباء وقاعدة تحارب أزمة الله وعلم ما كثر بالطول معالي وزير الصحة الشيخ باصل نرسله تحية توقع يقول من شهرين إلى ثلاث شهور فإذا من شهرين إلى ثلاث شهور كل شيء واقف بهالطريقة هذه هذه راح ترتب عليها تكاليف على الدولة الآن الدولة تحملها ما تقدر تحملها نحن بالنهاية نبقى كويتين وتبقى الكويت بالنسبة لنا هي الأهم من كل شيء آخر بلا شك أنا ما علي بس يعني خلنا أخذ حبة حبة المقترح اللي قدمته ينص على شنو أو حتى ما بيقيتش بتفاصيل تخصكم أبي تكلم شكل عام شنو المطلوب اليوم أنا كمبادر وحطيت صوتي وياكم يا جماعة روحوا أبيكم وتسولوا واحد اثنين ثلاثة شنو هالأشياء تمام قبل هالأشياء هذه ودي أتكلم عن شأنها صغيرة خبرة الآن ما المفروض أن أي أحد ينتظر أي أحد النائي اليوم لأننا لا نعلم اليوم الدولة سترجع بقراراتها سواء رجعت أو ما رجعت فأكرر هذه مصلحة عامة فلازم فيه اعتبارات يأخذها صاحب العمل اليوم التجاري أو المشروع لا بد أنك تعيد النظر بالتخاطب والمفاوضة مع الموردين ملوتك مع الشخص الذي تم أجر منه نتمنى أن تكون هنا قرارات من وزارة الشؤون بما يخص قانون العمل وأن أنت ممكن أنت تفاوض ويالموظفين بإعادة النظر في الإجراء المقدمة لله الدول الأخرى بعد ذلك نرى الدول الأخرى ما ذا قدمت نحن اليوم كشركة لدينا عمليات في المملكة المتحدة المملكة المتحدة ودفعت من دون طلب 80% تحملت من أجور المرتبات الموظفين هناك وعملوا ترحيل لثلاث أشهر ثلاث شهور الإيجار وإضافة إلى خدمات أخرى منها نقدية وعينية نحن اليوم أرجع أقول لك أغلب الاتحادات تقدمت بمقتراحات نحن الذي نحتاج الآن أن نحن نشوف حزمة حلول اقتصادية سواء كانت مالية أو غير مالية منها إعفاءات جملكية قد تكون منها تعديل بعض القوانين منها أنك تسمع لأصحاب العمل أنهم يسافرون موظفينهم وبعدها يرجعون ييبونهم في وقت لاحق لا أدري ما أقول لك أخي علي ولكن نحن لم يتم تقديمه كاتحاد نحن قدمنا حلول كثيرة لأصحاب الإختصاص وهم بالنهاية سيعرفون ما الصالح أنت لم تقل الحلول مو ما أبي أقول عفو مو ما أبي أقول لكن اليوم لما على سبيل المثال أقول لك أننا بحسب ما رأينا أننا في اليوم مثلا في 500 ألف عامل بس الـ 500 ألف هذين قد ما يكونون كلهم مضررين في بعضهم مثل ما قتلك في بعضهم يرجعون لشركات تجهيزات غذائية اليوم قاعد تورد للحكومة عدد في بعناتها هذا الشخص غير متضرر ولا المفروض يكون مشمول فيه ولا المفروض يكون مشمول بالضبط بس نحن نشوفها بالمجمل وانا وياك ندري نحن نتكلم فاهمين بعض نحن فاهمين بعض هي بالمجمل الآن الخاص الحكومة عندها كل المعلومات التي تخليها تقدر أنها تشوف طبعا أضيف لك بعض الأرقام اليوم وبعض الأشياء اللي أتوقع أنها تصير بالمستقبل ما سيترتب على تعثر كل هالقطاعات اللي مرتبطة ومتداخلة مع بعض حبة حبة بس قبل لنأخذها حبة حبة فيه صوت آخر يقول أن لا يا أبو أحمد أنت اليوم قاعد بديرة أول شيء ما قاعد تأخذ عليك ضرائب ولا أم أعطيتك كافة التسهيلات وشوف بره قاعد يأخذون ضرائب يقول لك هم لا تساويني مع غيري أنه والله مني طيحة وأنا هم أني ما قاعد أأخذ عليك ضرائب ونفس الشيء البنوك وكل القطاعات يعني يعني حتى وصلوا ليه يا جماعة خل البنوك خل تدفع ليش ما تدفع أنت اليوم بنكة تربح 300 400 500 مليون ولا قاعد أأخذ عليك ضريبة وعطيك أرض وووووو وما تبي تدفع في هذا صوت آخر شو تشوفه احنا ما نختلف اليوم الدولة أقرت قانون الضريبة والشركات راح تلتزم أي وقت يحل في القانون هذا ويكون نافذ فبالتالي الشركات راح تعطي الدولة ما تستحق مقابل طبعا تقديم الخدمات وغيرها الشركات المدرجة اليوم أرباح جزء منها يتحول ويروح إلى مؤسسة تقدم العلمي اليوم مؤسسة تقدم العلمي ما شاء الله في مشاريع كثيرة ترى قاعد تسويها للدولة وتقدم فيها المجتمع الآن نرجع إلى القطاع مو شرط يكون مباشر اليوم القطاع هذا قادر أن يشغلوا مع كويتين مصممين ويشتغلون ما تكلم طبعا قطاع المطاعم قطاع المطاعم والتجزئة وكل القطاعات الأخرى اليوم أي مقر لا بد أنه مقاول صحيح عدل ومصمم يرسم التصور ويرسم الدزاين صحيح أكيد إضافة إلى ذلك اليوم شركات كثيرة تورد لها القطاع هذا ما هي مرتبطة فيه ارتباط رئيسي اليوم الورق شركات الورق تسوي حق وزارة التربية وتسوي حق وتسوي حق المجلات وتسوي حق الجرايد وتسوي منيو إلى قائمة أسعار خاصة بالمطاعم فاليوم التداخل هذا قطاع مشغل مشغل قطاعات أخرى مرتبطة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبالتالي هذه من ضم منظومة الدولة القطاع قاعد يقدم الآن بالتقديم يكون متفاوت فيه شخص يقدم كثير فيه شخص يقدم القليل فيه شركات اليوم في ضل الأزمة هذه بالأكس قاعد تقدم للدولة وتحاول تدعم بقدر المستطاع من دون مقابل شوفوا اليوم الشركات اللي تشتغل حاليا معه على سبيل المثال بنك الطعام اليوم بنك الطعام فيه وايد ناس أيون ويعطوهم بنك الطعام الوجبات مالتهم ومن دون مقابل أو بمقابل ويروحون مشكوري لإخوان يساعدون في إخواننا ويدعمون في إخواننا في الصفوف الأولى فإحنا ما نبي نظلم القطاع كقطاع بحد ذاته إحنا لا نشوف اليوم كل القطاعات وهذا الآن الواجب إننا ما نشوف إحنا نتكلم عن قطاع المطاعم كوننا نحن مختصين به القطاع هذا اليوم وكون فيه اتحاد يتكلم باسم أغلب أصحاب المشاريع لاسيما منها طبعا المشروعات الصغيرة يعني ذي لها راح يضررون ضرر كبير هذا اليوم عنده ارتباط حتى مع المشروعات الصغيرة إنه هو مسؤول يرجع كافة المبالغ هذه إلى الصندوق شلون راح يرجعها هذا اليوم عايش على هالمطعم أو المقهى اللي سواء إي نعم فيه ناس وايد يقولون فيه مطاعم وايد والمقابل فيه طلب وهذا سوق بالنهاية عرض وطلب اللي يقدر يكمل يكمل واللي ما يقدر يكمل راح هذا هذا راجعي وهم أيضا فيه اللي يقول لك من كثرة المطاعم والكفيهات وخصوصا الكفيهات إنه كانت مسألة وقت وإنه فيه جزء كبير من الكفيهات بتسكر سواء بأزمة كورونا ولا من غير كورونا لأن السوق تشبه وايد أشياء راح نناقشها بس ما عليه بعد الفاصل إن شاء الله ناظرينكم حياكم الله مشاهدين نعودة جديدة مع أبو أحمد قبل لا نبلش موضوع لندن وإن شلي فرق في التعامل في لندن وأبو ظبي يكونك تملك أساسا مطاعم منك أو كفيهات في هذا المجال ونعرف الفرق بين السياستين اللي قاعد تصير بالدولة بار كان عندي سؤال قبلها ألا وهو شلون تقدر تتعامل مع واحد عنده مشروع وحيد مولى عن طريق حساب شخصي والحين وصلت في المرحلة إنه هو مقادر يدفع ولا هو من درج تحت بنك اللي والله يقدر يسدد وهو الحين يمع لمبلغ وسواله مشروع هذا هذا شخصيا أنا شو أتعامل وياه نعم طبعا فقط أريد أن نوضح نقطة هي الشركة اللي تملك بره الكويت و بالخليج و لندن طبعا المملكة المتحدة تعديدا الشخص اليوم اللي مسجل تحت الباب الخامس على سبيل المثال هذا الشخص اليوم طبعا احنا عملنا استبيان في الاتحاد اتحاد المطاعم وخلينا يشتغل حق يوميا من الاستبيان حل ضمينا تقريبا 350 صاحب عمل كويتي بيومي مو صغير بضبط احنا اليوم في الاتحاد قاعدين نحاول الأمانة نحن نشمل الكل دون استثناء ولكن اكرر اليوم الأولوية الشركات على الأقل الشبيرة ممكن انها التعامل مع البنوك بطريقة البنك البنك ممكن يعفهك شوية ممكن يفتح لك أوفردرافت ممكن يعني ممكن تدبر أمورك إلى شهر شهرين بالكثير ولو ان في البعض قد ما يطول شهر بس احنا اليوم يهمني ككويتي ان اخواننا اللي بالمشارع الصغيرة يكون لهم اعتبار خاص لسبب هذا اليوم كل حلالهم وتعهدهم تجاه محفظة المشروعات تعهد تضامني يعني اليوم خلنفترض الشركات الكبيرة اغلبها شركات مسئولية محدودة وبالتالي طبعا في الكثير منهم كذلك مسئوليتهم متضامنة في اتجاه البنك انه وما قد قرض على البنك اليوم وحاط القارنتي ماله وغيره بس لصغار اليوم ما عندهم رواتب اعتماد الكلي اليوم اللي كان معتمد عليه على المشروع شبه صار معدوم بضعه يبي بيع يدخل فلوس وسدد رواتب وسدد اجاري وحط لي مبلغ على الجنب احاول يمع فيه ابي افتح لي فرح ثاني ابي اسوي لي اعتقد ان بعد فترة وفترة قصيرة من اللي قاعد اسمع من الاخوان اصحاب المشروعات هذه انه راح تشوف كم من القضايا لا يعد ولا يحصح خاصة قضايا اخلاءات الان ننسى الشركات الكبيرة اللي قدمت اعفاءات ومشكورين وما قصروا امانة امر مقدر بس هناك الكثير اليوم قاعدين يطالبون با ايجاراتهم ومراضين يقبلون باي اعفاء او اي خصم على الايجار كارثة بتصيل واضح كيف راح يتم الحكم في هالموضوع هذا في حال تحولت الى القضاء الله اعلم قضايا الاخلاءات الناس اللي راح تمتنع عن دفع الرواتب هذا قد يسبب ازمة ما بين ما بيننا كدولة والدول الأخرى اليوم يمكن قبل لا نطلع معاك على الهوى شفت اخبار ان في ناس ما عندهم فلوس ان يأكلون شركاتهم امتنعت انها تدفع هالرواتب هذي ولذلك انسانيا يجب ان ينظر في هذه القضية نرجع نقول لا تدفع كل الرواتب اليوم لا نقول تعالى عوضوا الناس خسائرهم لا ما حصل هو ليس بسوء ادارة او بسبب سوء ادارة العفو اللي عصر ضرف كارثي على الكويت وكل الدول محيطة الان الدول الاخرى مثل ذكرت دعنا اخذ هذي تونقلنا الدول الاخرى مثل لندن وابوظبي شو اللي قاعد ابوظبي ما ضخت نفت ابوظبي اتب حزمة قرارات من شأنها انه تهون وتخفض الضوطات برأي اليوم الدولة عن طريق وزارة المالية تملك اراضي ومشاريع كبيرة منها مثلا المشروعات السياحية المشروعات السياحية اليوم عندها الشريط الساحلي في مطاعم مأجرة حلو تأجيل الجمعيات التعاونية تأجيل شوية للمستثمرين هناك لان انت اليوم يمكن يمكن قبل الحضر الجزئي كانت لا توقع يوفي كانت اعنق انت اليوم تحاول تخفف العباء فقط اليوم قبل الحضر الكلي الجزئي الجزئي كانوا والناس يبيعون الشركات اليوم عندها مطاعم فاسفود تأثرت بس جزئي تبيع 70% من مبيعات الوجبات السريعة تعتمد على وجبة العشة انحرموا منها فصار الالفارض تحولت ريوق الناس قاموا فاليوم فاليوم انت عندك اللي فضل من المبيعات جزء جدا بسيط بينما التكاليف اللي عليها هي تكاليف ضخمة لتستوعب طاقة انتاجية تتخطى بكثير الطاقة الانتاجية الحالية نستوعب ونفهم وملتزمين بكل القرارات اللي تصدرها الجهات المعنية سكروا ونسكر ما تطلعون ما نطلع بالعكس احنا اليوم تهمنا المصلحة العامة يهمني واتهمني صحة اهلي واخواني وكل الكويتين بس ودنا بحل حل لاي على القطاع او القطاعات الاخرى انا لما نقول القطاع انا قاتل انا قاتل على كل القطاعات او على الدولة بس بو احمد اليوم انتو في الاتحاد نعم انا بس قا احاول يعني افهم واستوعب اساس حتى المشاهدين كم مشروع عندكم مسجل وصلنا الى اربع عمية تقريبا وكم مشروع بالكويت شوف عندي يعني احصائية عملناها كذلك على شركات خلنا ناقذها على سبيل المثال احصائية لشركات الدليفوري بالكويت شركات التوصيل حلو ومن دون ذكر اسماء مسجل ما يقارب ما بين الفين وخمسمائة الى ثلاث تلاف مطعم قائم حاليا اليوم وبيعون ويتم التوصيل لهم احنا اكثر هذا هذا واحد من شركات التوصيل اه واحد 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 من شركات التوصيل هذا يعني علامة تجارية الآن نشوف عدد الآف بروع مالة الثلاث تلاف تفوق السبع تلاف فرع لمجموعة المطاعم هذه هذا الآن أكلمك مطعم ليس مع العصير ليس مع الشيشة يعني في حصائية تقول لك هناك أكثر من 150 ألف مطعم وكذيك ليس تجهيزات غذائية ليس المطاعم التي لا تصل ليس المطاعم التي موجودة في المولات في مطاعم كثيرة اليوم ما توصل وفي مطاعم ضخمة اليوم عدد عمالتها أنا بعطيك مثال بسيط عشان تسوي لك محل 40 متر يسوي ديليبري حلو عشان تقدر توفر وجبة الغداء والعشاء محتاج لك تقريبا 14 إلى 10 عمال يشتغلون داخل المطعم على شفتين ومعاهم ديليبري هذا محل واحد بينما اليوم المحلات الكبيرة اللي هي داين إن حيثي لا يتحملون ترى 50 وثبعانين وقد توصل لـ 150 موظف بالفرع الواحد بحسب حجمه اليوم المطاعم مثل المطاعم اللبنانية اللي فيها شيشة عندك خبر يوصل المطاعم الواحد إلى 200 250 موظف الواحد مطاعم واحد وبالتالي الحجم كبير جدا حجم التشغيل كبير أنا ناهيك عن المخازن المرتبطة اليوم عندنا في القطاع هناك مخازن عمليات النقل الشركة اليوم نحن أجرين عمارتين وفي حال التأثر قد نحن لا ندفع صاحب البناية هذه على سبيل المثال إجرته إذا لم أدفعت لأجرته بيك يقول لك العفو فلا يجب أن تتخلي إذا أنت أخليت أين يذهب كيف تتصرف معهم ويتتحول على الكلام الذي قلت أن الموضوع هذا صاب على الجميع نرجع نكرر هذا ليس فقط في قطاع الغذاء نحن اليوم نبين ارتباط كل القطاعات ونحاول نشوفها بوجهة نظر شوي أعلى هذه الآن قطاعات وهذا ترابطها مع باب كيف راح تعالج قدمت الاقتراحات للأشخاص أو الجهات المعنية السعودية قدم المملكة تقريبا وأعتقد زادوا هذا الرقم هذا 13 تقريبا المليار قطر 20 مليار دولة العربية المتحدة قدم تقريبا 27 مليار لدعم اقتصادات الدولة متى التوقع يتم البت في هذا الموضوع عشان ضروري اطلع فاصل هل اجابة سريعة ما أعلم ما أعلم ولكن نحن نتحمل ونكمل اللي هي للدور بها للدور بالنهاية القرار ما هو قرار نحن مصالح القرار عند الجهات المعنية اليوم مو بيدنا احنا فقط بنوصل الصورة وكذلك اكرر طلب مني من اخواننا الكويتين في غالبية المطاعم وخاصة منها الصغيرة والباب الخامس بحمد ودنا النبس اتوضح الصورة وشنو وضنا راح يكون بعد شهر او شهرين او ثلاثة او حتى بعد الأزمة طبيعي ما راح يكون في قضاء اذا الأزمة ما انتهت ما راح يكون فيها مشاكل قانونية اصف قاعدة قاطع كوايد الوضع راح نسولف عنا بعد الفاصل توقع بقع يقينوني والله فاصل فاصل يعني شنسوي فاصلي ونشوفكم بعدها رجعنا وياكم يا جماعة هذا آخر فاصل خلاص الوقت قاعد يخلص بسرعة أبو أحمد الوضع بعد الأزمة أعتقد أن يكون هناك تغيير في سلوك المشتري طبعاً ليس فقط على المطاعم على كل القطاعات بشكل عام الناس أتوقع أنها تتجه هناك مدرسين طبعاً ونظرتين هناك ناس يقولون أن الناس سيخرجون ويعوضون الكبت الذي حدث فيهم من هذه الفترة و هناك ناس يقولون لا سيخرجون ولكن يتحفظ اليوم التوصيل شغال إي نعم في تأخير بالتوصيل إي نعم في قطاعات غير متوفرة لديها المواد أو المنتجات التي يطلبها المستهلك بس أنا رأيي شخصي أن هذه الأزمة راح تغير الكثير فيما بعد لا أتوقع أن الناس يصرفون كثير ما كانوا يصرفون بالسابق راح الأولويات بالنسبة لهم تتغير راح يصير الصرف على الأمور الغالية والأشياء الثمينة التغير بأي شي راح تشتري راح تفكر كم قيمته وشلون راح يستفيد منه إذا صارت أزمة ثانية وهو الكويتين أساساً بشكل عام ليس حساسين بالأسعار قبل الأزمان أتكلم طبعاً حساسين يعني برايس سنستيف برايس سنستيف بس اليوم أنت تتكلم عن مجتمع وعند قدرات متفاوتة اليوم فيه اللي يقدر يشتري سيارة بقيمة ما فوق لنقول الخمسة عشر ألف دينار وفيه شخص ما يقدر يوفر الخمسة ألاف ولكن نحن اليوم أغلب الدولة من الدخل المتوسط وهناك شركات تمويلية وهناك ولكن أنا أقول لك الشراء ما راح يكون هذا الرأي الشخصي ما راح يكون نفس ما كان بالسابق أبو أحمد في حال استمرار الأزمة الحالية شن تتوقع بيكون مصير المبادرين إحنا أورادي صغلفنا أن ما راح يقدرون تتعثرون بس لا سمح الله أنا قاعدة في طرب مثل ما يقولون وورست كيس سيناريو الموضوع ما خلص الشهر اللي آي ولا الشهر اللي بعده طوله أربع خمس شهور ما راح يكملون أربع خمس شهور ما راح يكون بمقدورهم أن أهم يدفعون الرواتب والتكاليف اللي اليوم موجودة عليهم خلال شهر ونص شهرين من اليوم بالكثير هذا المحظوظ اللي ممكن يعدي الثلاث شهور راح تكون هناك أمليات غربلة بالسوق واللي يقدر يعدي بعدي واللي ما يقدر راح يتأثر وهذا أمر طبيعي ترى يصير بين فترة والثانية تكون هناك عمليات غربلة ولكن أكرر إذا كانت بسوء إدارة يستوعبها طبعا الواحد أما إذا كان أمر خارج عن إرادته إذا صار فيه إنا ما نعلم اليوم إذا كان فيه بيكون فيه حجز كلي أو استمرار الحجز الجزئي إلى متى هل يجدد هذا كله راح يأثر هذا كله اليوم راح يخلي الواحد يعرف راح يستمر شهر أو شهرين الوضع هذا بقول لك شغل أبو أحمد ما أتوقع أصولتك مثل ما وصلتني وصلت وايد الحين نتكلمنا على الأصغار منتكلم شوي على الكبار نعم يا أخي الناس قاعد تطلع تقول الكبار يابون مثل ما يقولون خد من شيسة وعايدة صحي تعال وهم الحين يروحون يأخذون فلوس أساسا من الحكومة ومناقصات وتعالهات وكل واحد انترس جايبة منها المناقصات ويوم طاح هم تعال يا حكومة شي ليني ففي ناس يا أخي مستاء تقول لك يبه هذا توجه خاطئ مو سليم الموضوع صحي اليوم خلنا نشوف هالشركات هذي شنو تقدم حق الكويت ولا نتكلم كذلك عن فقط القطاع هذا تكلم عن كل القطاعات هناك شركات اليوم الكويت تعين كويتيين من الكوادر عندها ارتباطات بقطاعات أخرى ومن اللي يقول اليوم أن المناقصات كلها مناقصات فيها هوامش ربح كثيرة تشنت على لجنة المناقصات وشوف شنو يصير بتسعير المواد مثل الخضرة وغيرها هوامش ربح بسيطة ترى جدا يدوب تتسوي ممكن خمسة أربعة بالمية فبالتالي مو كل الشركات اليوم شركات ما قدمت للكويت احنا اليوم ما يصير انجازي اذا عندك عشر شركات ما يصير انجازي ثلاثة أربعة موزينين فنقول كلهم موزينين هذا بالنهاية اقتصاد والاقتصاد اليوم لابد انك انت تراعي فيه معايير كثيرة همها المعايير هذه تعتمد على قدرة الدولة على دعم الاقتصاد تعتمد يعني انت اليوم اذا الدولة قادرة ليش يخلي الاقتصاد يتأثر ويتعرقل فالمبررات هذه تأخذها الدولة ما بيتكلم عن الكويت اي دولة هي اللي تشوف اليوم شنو حجم اقتصادها المحلي وشنو اللي قاعد يقتم هالقطاع هذا باقتصادها المحلي اقتصاد العفو قطاع مهم يتم دعم قطاع شايف انه هو غير مجزي ممكن انه يتمتنع عن السفورت وبالنهاية هذا توجه دولة احنا اليوم نقدم كل اللي نقدر نسوي واليوم ما شاء الله الشباب في كل القطاعات عليه عدري انك تب يتخلص بس في كل القطاعات قاعدين يحالون يثبتون نفسهم كلهم اليوم كل الكويتيين ترى قطاع المطاعم صدر وايد علامات تجارية للدول المحيطة شوف السعودية المملكة العربية السعودية شوف الامارات شوف قطر شوف الامان الكويت سبا صراحة شباب اثبتوا وجودهم اليوم وسباقين في هالقطاع هذا نتفق نختلف لا في ناس ناجحين شهادت فيهم مجروحة ابو احمد والله ان انا شهادت فيهم مجروحة واعلم حرصهم وكمية المبالغ اليوم ما اصلا ندخلوها من برا ليداخل عن طريق نجاح الابليكيشينات او اي قطاع اخر وين تروح الفلوس؟ لا تروح البنوك بلا لا تدعم الاقتصاد لا تريد يصرف هنا في الكويت اغلب الفلوس تنصرف هنا في الديرا في وجهة نظر اخرى نعم تتعلق بموضوع اخر ان ابو احمد اليوم اتحادكم يملك عدد معين مسجل معه خنقول انا ما ادري تشمل مبلغ افكر اياك بصوت عالي بالمقابل عدد المطاعم والكافيهات جدا كبير ونسبة اللي انت مسجلهم عندك عدد جدا بسيط فشلون راح يصير توافق الرأي يعني ممكن انت مسجل عندك مقابل كمية المطاعم هذه خمسة بالمئة او عشرة بالمئة عشرين ما ادري تشمل مبلغ تشمل البرسنتجو ادي اخذها منك طيب الجهة الاخرى اللي انت مسجلين هذي في احد ثاني متبني رايهم كمية الاراء هل راح يصير توجه واحد الاختلافات هل قعدتوا ويا بعض شفتوا والله لا ترى مني عنده حلول مطلوحة غير عن اللي انا بقدمها خلن نستخلص ورقع كاملة هي وايد اسئلة معنا ما بقي شي اكون صريح وياك في وقت الرخاء اغلب المشاكل اللي كانت تتواجه القطاع مشاكل متعلقة بوزارة شؤون مشاكل متعلقة في العفو تراخيص صحية مشاكل متعلقة في امور اخرى عمليات تشغيلية فلا كان هذا الحجم من الاصحاب القطاع منضمين الى الاتحاد اليوم عملنا لجنة لجنة هذه يديرها خوي نواف الاربش وهو عظمى استدارة وخصصناها فقط للمشروعات الصغيرة عملناها عن طريق جروب واتساب والليوم يمكن من امس لليوم صار عنده فوق الستمية الى ثمانمية كويتي اصحاب مطاعم واصحاب رخص قائمة سجلوا ودشوية احنا بالنهاية قاعدين نشتهد والامانة بصالح هذا عمل تطوع الاتحاد اليوم ما انتقاض احنا عليه اجر ولا شيء احنا اليوم وجودنا علشان نحافظ على هذه المنظومة هذه ونحاول ان احنا نساعد اصحاب القطاع بان احنا نوصل رسالتهم اكيد في ناس عندهم اراء قد تختلف وياننا وهذا شيء نحترمه بس احنا اليوم قدمنا وهناك جهات اخرى كذلك اصحاب جمعية المشروعات الصغيرة اعتقد كذلك الاخوان قدموا مقترحهم وهناك اخوان اخرين قدموا مقترحهم بالنهاية صاحب القرار ليس الاتحاد في الاخير عند الحكومة الضبط الله يعطيك الصحة تشوفها رايحة ايجابية ان شاء الله وان شاء الله نكون متفاعلين واذا اي شيء يصير ان شاء الله بيكون في الخيرة ونتمنى ان هذا الهم والغم وهالمرض ينزح ان شاء الله باقرب وقت مثل ما قلت لك علينا وعلى كافة البشرية ان شاء الله بس الله يعطيك الصحة والعافية وبشدي وصلنا الى نهاية الحلقة قبل لا اختم عندي كلمة ارجوكم يا اخوان اليوم ليه دشيته جمعية ليه فتحته على المطاعم الله ما كثرهم في منهم الكويتي وانا خص بالذكر المنتجات في منهم منتجات كويتية وطنية هذين احنا نتوجه صبهم هذين اللي ندعمهم لانا بالنهاية مثل ما يقولون دهننا في مكبتنا فخلونا شوي يعني بالنهاية الشركات الثانية شركات عالمية ولا حي متأثرة كثر تأثر الكويتي خليصير التوجه حق الكويتي الكويتي أولى أسأل الله التوفيق لي ولكم وبجدي وصلنا إلى ختام الحلقة ونشوفكم إن شاء الله لأسبوع اليهاي يعطيكم العافية في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة